اعلنت وزارة الصحة ان مجموعة من تلقوا اللقاح حتى مساء امس الاثنين قد بلغ 250946 شخصا وفيما يتعلق بعدد حالات التطعيم لذات اليوم تبين من الاحصاء الرسمي للفريق الوطني انه قد بلغ 2171 حالة التطعيم تواصل مملكة البحرين جهودها الحثيثة لتوفير اقصى درجات الامان الصحي في مملكة البحرين ويواكب هذه الجهود توفير اللقاحات بشكل مجاني واختياري بين عدد من الانواع التي اعتمدتها مملكة البحرين ضمن الحملة الوطنية للتطعيم المضاد لفيروس كورونا وبعد لقاح سينوفارم وفايزر اعتمدت البحرين مؤخرا لقاحي كوفشيلد استرزينيكا وسبوتنيك ليصبح المجموع اربعة لقاحات تقدم بشكل مجاني للرقبين باخذها وتنوع هذه الخيارات التي حرصت عليها مملكة البحرين تؤكد توجه المملكة في توفير كل ما من شأنه تحقيق الامن الصحي وتحقيق رغبات المواطنين والمقيمين في توفير اللقاحات الامنة والمناسبة والتي تجعل من الراغب في اخذ التطعيم مخيرا بين تلك الخيارات الاربعة وبلغة الارقام تجاوز عدد متلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مملكة البحرين ربع المليون شخص وهما يدل على وعي الجميع باهمية اللقاح في تحقيق الهدف المرجو والذي تسعى له جميع دول العالم وهو تحقيق المناعة وتسطيح منحن الفيروس ويعد استمرار الحملة الوطنية للتطعيم منذ انطلاقها إلى هذه اللحظة هادفا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتؤكد وزارة الصحة في هذا السياق على إمكانية التسجيل لأخذ التطعيم من خلال الموقع التابع للوزارة أو من خلال تطبيق مجتمع واعي